عقد مكتب جهة فاس مكناس اجتماعاً خصصاً للوقوف على مصاري تفعيل العقد البرنامج بين الدولة والجهة. اللقاء الذي ترأسه رئيس الجهة محند العنصر شكل مناسبةً لاستعراض المستجدات المتعلقة بطلب قرد من صندوق التنمية الجماعية لتمويل جزء من المشاريع المبرمجة في إطار العقد البرنامج. كما تدرس الأعضاء مشروع اتفاق إطار بين مجلس جهة فاس مكناس وصندوق الأمم المتحدة للسكان يروم بلورة برنامج للدعم والمواكبة لبرنامج التنمية الجهوية وتوقف الاجتماع عند تطورات الدراسة المتعلقة بالمخطط الجهوي الإنعاش التشغيل والمقاوالات المستفيدة من منحة التشغيل في حضيرة فاس شور وعلى صعيد علاقات التعاون الدولي اللامركزي التي تجمع الجهة بعدد من الهيئات والمنظمات الدولية أخذ المكتب علماً بالمساطر المتعلقة بمشاركة الجهة في طلب المشاريع الخاصة بالصندوق المشترك للتعاون اللامركزي الفرنسي المغربي مع الجهة أكسيطانيا والمشاركة في طلب مشاريع من الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية ترجمة نانسي قنقر